أشار التقرير الدفاعي السنوي الذي اعتمده مجلس الوزراء الياباني إلى التقدم التكنولوجي لكوريا الشمالية خلال التجارب النووية الأخيرة قائلا بأن بيونج يونج لديها القدرة على تصغير الأسلحة النووية وتطوير الرؤوس الحربية ووفقا للتقرير الياباني فإن النشاط العسكري لكوريا الشمالية زاد من حدة التوتر القائم في شبه الجزيرة الكورية وأصبح يشكل تهديدا فعليا وشيكا على اليابان وعلى كافة المجتمع الدولي تزامنا مع ذلك أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء ساروخين جديدين باتجاه السواحل اليابانية حيث أعلنت توكيو بأن أحد الساروخين سقط على بعد نحو 250 كم فقط من سواحلها الشمالية داخل ما يسميه اليابانيون بالمنطقة الاقتصادية الحصرية هذا وأعلنت القيادة الاستراتيجية الأمريكية بأن الساروخين أطلق من منطقة في غرب كوريا الشمالية موضحة بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد الساروخين انفجر بعد إطلاقه مباشرة بينما تمكن الساروخ الثاني من مواصلة مصاره حتى بحر اليابان ويأتي إطلاق الساروخين بعد أسابيع من تهديد أطلقته كوريا الشمالية في الحادي عشر من شهر يوليو تموز الماضي توعدت فيه بالقيام بتحرك عملي ضد الدرع الأمريكية المضادة للسواريخ والتي يفترض أن يتم نشرها في كوريا الجنوبية التي تعتبرها حيوية لأمنها القومي وتحضر قرارات الأمم المتحدة على بيونج يونج القيامة بأي برنامج نووي أو باليستي لكن خبراء يرون بأن كوريا الشمالية حققت تقدما ملموسا في جهودها لتطوير ساروخ قادر على حمل رأس نووي حتى القارة الأمريكية